مهمة عندنا وفقرة ترند طبعا زي ما أحراركم متعودين فيها دايما بيبقى عندنا فيها الجديد وكمان بنتناقش فيها في بعض الأمور الهمة اللي لازم نتكلم فيها مع حضراتكم دايما لكن أنا هبتدي بالمباراة مباراة الأمس مباراة الأهلي وزمانكم بعد كده بأختم الفقرة دي بمعلومة مهمة جدا لازم أقولها لحضراتكم مباراة الأمس طبعا في حالة من الحزن عند جمهور النادي الأهلي وطبعا الحديث لم ينتهي عن هذه المباراة منذ انتهاءها بفوز نادية زمالك بنتيجة 3-1 لكن في بعض الحقائق اللي لازم نتكلم فيها وطبعا أكيد تابعنا كل ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا وده دورنا كبرنامج مهتم بمواقع تواصل الاجتماعي وشوفنا أراء الناس كلها وتابعنا بطريقة جيدة في الحقيقة لكن في كل الأحوال لازم أن احنا نتكلم في حقائق وإحنا نتكلم في هذه الحقائق لازم برضو نقول كل الاحترام وتقدير لأراء كل جمهور النادي الأهلي اللي كل واحد فيهم بيحب النادي بطريقته وكل واحد بيغير على النادي بطريقته ده أمر مفروغ منه ومتفقين عليه تماما ونفيش أي مشكلة خالص لكن الحقيقة بتتعلق بالمباراة وكمان بتتعلق بالكواليس اللي ممكن تكون حصلت أو اللي قدت لهذه الهزيمة إحنا خسرنا مباراة خسرنا مباراة كنا مش مش في يومنا آه طبعا كنا مش في يومنا لكن الحقيقة بتتمثل في إيه بتتمثل إن الأهلي خسر مباراة ما خسرش بطولة الأهلي متصدر بطورة الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسية دي أول هزيمة للجهاز الفني للحالي للنادي الأهلي في أي بطولة محلية أخسرنا في الصورة الكادة ضربة الجزاء لكن مباراة كانت أول هزيمة من نادي الزمالك وأول هزيمة للجهاز الفني للنادي الأهلي الجهاز الفني الجديد اللي مسك المهمة من بداية هذا الموسم لكن برضو إحنا بنقايم والكل طبيعي جدا أنه هو يقايم الفريق في مباراة الأمس خصوصا هي مباراة كل مباراة كبيرة رغب بطولة في حد ذاتها طبعا إحنا منتفقين على الكلام دا كله مفيش أي مشكلة خالصة لكن وإحنا بنقايم لازم نسأل تساؤلات لازم نشوف إيه 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 اللي حصل في المطر إيه الأمور اللي كانت واضحة بشكل كبير جدا الأمور بتتمثل في الآتي أن الأهلي هو كان أكثر فريق استحوازا في المباراة بالإحسانيات الرسمية بنسبة 55% الأهلي كان أفضل بدنيا وفني دا كان واضح جدا مين الفريق صاحب الفرص الأكتر ومين الفريق اللي سيطر على المبراء ووصل للمرمة بالشكل أكبر ما يقرب من 10 فرص للنادي الأهلي في هذه المبراء دا حقيقي ضرب الجزاء كمان لأن تحتسب بشهادة عدد كبير جدا من المحللين إنها ضرب الجزاء وبتاعت وليد سليمان وبنسبة الحكم دا هو الحكم اللي حكم مبارات الأهلي وفاتت إلى هدف كينو وكان فيه ضرب الجزاء اللي رمضان صبحي في التوقيت دا لعب النادي الأهلي وما تحسبتش برضه لكن مش حقف عند نقطة تحكيم كتير لكن دي كلها تساؤلات مهمة لكن التساؤل الأهم مين الفريق اللي كان أكثر توفيقا هو نادي الزمالك دا أمر حقيقي دا أمر وقعي انت قرحت ضيعت كور في العرضة حاجات انت مش موفق مش يومك مبارح الفريق اللي كان موفق هو نادي الزمالك ثلاث كور بثلاث جوان خلص المطش كسب المبارح دي كلها أمور كانت واضحة واحقائية مهمة جدا جدا لازم نتكلم فيها مع حضراتكم لكن معنى اللي أنا بقوله ده ان احنا زي الفل وان احنا كويسين وكلام من ده لا طبعا لا طبعا في أخطاء في النادي الأهلي أخطاء فنية في أخطاء فنية في تقصير من بعض اللعبين طبعا في تقصير من بعض اللعبين أخطاء من الجهاز الفني وارد جدا يكون فيه أخطاء من الجهاز الفني لكن دايماً لازم أحط النقط في الحروف وأنا بقيم هل الهزيمة بتاعة المبارح دي خسرتني بطولة؟ ما خسرتنيش أي بطول خسرتني هدف من أهدافي؟ لا أنت خسرت المبارح وأنت متصدر الدوري أنت خسرت المبارح وأنت بنسبة تفوك 90% طبعاً ما بقولش الأهلي حسن الدوري بس بنسبة تفوك 90% أنت بطل الدوري إيه الأهداف الثانية اللي عندك؟ والهدف الأهم والأسمة إيه هو؟ بطول الدوري عبطال أفريقيا أنت ضريت في أي حاجة مبارح؟ بالعكس أنت استفدت مبارح قبل المباريات والتحديات الأفريقية دور نصف النهائي ودور مهم جداً أنت عايز توصل نهائي أنت بس عايز تاخد بطولة من آخر يعني مش دور نصف النهائي والنهائي فأنت عتشوف أخطائك مبارح تعالجها لأن فعلاً فيه أخطاء فعلاً فيه تقصير من بعض اللعابين ده أمر لازم نلمسه وإحنا هنا يا جماعة بصراحة إحنا لازم نتكلم بوضوح مع حضراتكم وده دايماً دورنا في قناة النادي الأهلي قناة النادي الأهلي هي المراية بتاعت النادي هي اللي بتشوف نبض الجمهور إيه؟ النادي لما يكون مثلاً فيه أمور عايزة قايمة والناس طبعاً بتاعت تقايم كويس جداً وبتعرف تشوف إيه العيوب وإيه الأخطاء وإزاي تعالجها ده طبيعي جداً المسؤولين في النادي الأهلي أكيد بيشتغلوا على الحاجات دي بشكل كويس لكن بيشتغلوا في تقييم نهائي على مدة كبيرة مش مباراة مش فريق خسر مباراة بعد ما كان ما شاء الله كان ماتش ورا بعد بيكسب وستاشر ماتش متتالي وبعدين تعديلت ماتش وكسبت ماتش وتعديلت ماتش كمان مخسرت شوالها مباراة فتيجي تهد المعبد علي فيه يبقى أنا كده واحد ما بتكلمش في مصلحة النادي مع كامل احترام وتقدير له كل الناس كل واحد لي وجهت نظره تحترم وتقدر بشكل كبير جداً لكن زي ما بقوله حركه وارجع لي حتة ان القناة هي المراية بتاعت النادي انت كده لما بتيجي خارج تلبس قدومك بتبص في المراية بتلاقي شعرك مش متصرح بتصرحه قميس اللابس ومكرمش حتكوي عشان تنزل شكلك حلو بس انت تظهر الحاجات دي هو ده الدور هي دي المسئولية المسئولية ان انا في الوقت المناسب انبه في الوقت المناسب اتكلم لكن احنا يا جماعة مخسرناش حاجة احنا خسرنا مباراة طبعاً نزعل من المباراة لما مباراة كبيرة زي القمة دي طبعاً بنزعل جداً جمهوري الاهلي ما عندوش طعم الخسارة تحديداً في مباراة الكل تحديداً كمان الجيل الجديد ده مش متعود انه يخسر من زمالك من الاخر انا بجابها من الاخر الجيل الجديد ده مش تعود انه يخسر من زمالك مش قابلين اطلاقاً اطلاقاً لمنجاز فاني ولا منلعبين الخسار متفقين متفقين لكن نفس الوقت لما اجي اتكلم وقايم لازم اشوف ايه اللي ينفع اقوله وايه اللي ما يهدش الفريق وما يهدمش المعبض انت دلوقتي مكسرتش بطولة الدوري بالعكس انت قريب ان شاء الله بإذن الله هتاخده البطولة ما تحسبتش بس قريب لكن في نفس الوقت كله لما الاخطاء تظهر في وقت زي ده وانا حديكم مثل دلوقتي مهمة لما الاخطاء تظهر في وقت زي ده رغم ان احنا متفقين ان احنا زعلانين اهو تمام لما تظهر في وقت زي ده احسن ما تجيلك في مباراة الوداد السنة اللي فاتت لو رجعنا كده مع حضراتكم الاهلي كان قابلوا مورات سانداونز بتاعت خمسة كان ماشي ازاي كنا كاسبين الاتحاد في اخر دقيقة 2-2-0 وكنا متعدلين مع الزمالك وكنا اقرب للفص في التوقيت ده وكنا ماشيين في الدوري بشكل ممتاز ونتايج جيدة اه كان فيه كلام على الاداء الفني بس كنت بتكسب اخطاقك ما كانتش ظهرة للناس روحت ماشي سانداونز خسرت الخمسة ورجعت فبالتالي لما تلاخطاق تظهر بدري في توقيت زي ده افضل عشان تلحق تعالك افضل عشان تلحق تشوف ايه النواقص اللي عندك وتقدر تعالجها وبالتالي تحقق الهدف الاسباب بالنسبة لك انك تتغلب على الوداد وتوصل للنهائي وتاخد بطول الدوري عبطال افريقيا بإذن الله تعال بإذن الله تعال فدي كلها امور واتكلمنا فيها مع حضراتكم لكن تعاليني بقى